طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تبكرة لمن يخشى تنديلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش الزوى له ما في التماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء وإن تجهر بالقول فإنه يغلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منا بقبش أو أجد وللنا رمزا فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمر لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر إن الساعة آتية أكاد أقم الصلاة للغرب إنه أحيان شابك فلا يشكه فجحوا إلى قرارنا من لا يؤمن بها واستبغى رواه فترزى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصايا أترك عليها وأرشت بها على ظلمي ولأفيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقى قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشرك في أمري كي نسبعك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أرقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليم بالساحل يأخذ وعدوا لي وعدوا له فألقيت عليك محبة مني ولتصنع ناريني إذ تمشي أكتك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقررينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك هتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى أصطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللينا أَلَّ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أو يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّ بَا مَخَاهُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَفْرُطَ قَالَ لَا تَخَاهَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَرُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَاهَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللُّهُدَاءَ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قال فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الأولى قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينشى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شستا كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنوا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أذئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه قالوا نحن ولا أنت مكانا سوا قال من وعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بوحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتروا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نزوا قالوا إن آباني لساحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استغلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من تحرهم فإذا حبالهم أنها تسرى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأغلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر خيث أتى فألقي الساحرة سجدا قالوا آمنا برب نارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آدم لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النقل ولن نخل ولتعلمن أيه لا أشد وذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما داءنا من البينات والذي فضرنا تقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليرفع لنا قطايانا وما أكرهتنا ولي من السحر الله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات الأولى جنات ودن تجري من تقدر الأمنار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البطر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأظل فرعون قوما وماذا يا بني إسرائيل قد أنجلناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيني فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أرجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظله السامر فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا من وعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا لهم كوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفا ولقد قال لهم مارون من قبل يا قوم إن ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاستبروني وأطيروا أمري قالوا لهم نفرح عليهم يعاك في لطس سيرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقة بين بني إسرائيل ولم تركوا بقولي قال فما خصبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فلبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذاب فإن لك في الحياة أن تقول لنا وإن لك من وعد أن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهك الله الذي لا إله إلا هو وغسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبط وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك غني الجبال فقل ينتفها ربي نتفا ويسألونك غني الجبال ففيها أمثل ففيها أغيوجاً ولا أمثل يومئذ يتمرون الدار يلاغ وجنه وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسبغ إلا من ساء كومئذ لا تنفع الشفاوة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للأي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا ترجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إنا إبليس أبأ فقلنا يا آدم إن هذا إن هذا عدوه لك ولزوجك إن هذا عدوه لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إلي الشيطان قال يا آدم أن أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قالت بطامنها جميعا برضكم لبرض عدو فإن ما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أرد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونرشو يوم القيامة أرمى قال رب لي ما حشرتني أغمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه قال عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أغلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكدهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبيا ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النار لغلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مترنا به أزواجا إلى ما مترنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فلزق ربك خير وأبقى وأمر أن لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للثقوى وقالوا له لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصقف الأولى ولو أننا ألتناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتذا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر